اهلا بحضراتكم في هذه التغطية انتخب دونالد ترامب مرة اخرى رئيسا للولايات المتحدة الامريكية ليضع نهاية لحملة مثيرة تابعناها الفترة اللي فاتت وبعد فوز دونالد ترامب بهذه الانتخابات الرئاسية الامريكية هناك سؤال دايما بنسمعه امتى هيتم تنصيبه خلفا لجو بايدن امتى هيبقى ترامب جوه البيت الابيض رسميا الحقيقة انه ترامب هينتظر حتى يوم 20 يناير سنة 2025 يعني بنتكلم في حوالي ثلاث شهور خلال هذه الفترة هيكون في احداث عديدة ستحدث من الان وحتى تنصيبه ومنها اختيار اعضاء ادرد على سبيل المثال طوال شهر نوفمبر وديسمبر ويناير هيكون في فترة انتقالية بين الادارة المنتهية ولايتها لرئيس جو بايدن وكمان ادارة ترامب القادمة قبل ان يصبح رئيسا منتخبا ادانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب ب34 تهمة من المقرر ان يصدر الحكم عليه في هذه القضية يوم 26 نوفمبر الجاري يكون ترامب اول رئيس يتولى منصبه بينما لتزال العديد من القضايا الجنائية ضده معلقة شبكة سي ان ان الامريكية وضحت انه من الناحية النظرية يمكن ان تحمل الادانات عقوبة تؤدي الى السجن لكن ترامب لن يحكم عليه بالسجن حيث يمكن للقاضي منح ترامب فترة اختبار او تغريب كما يواجه ترامب ملاحقة قضائية فيدرالية لمحاولته قلب انتخابات 2020 وسوء التعامل مع البيانات السرية ايضا اوضحت سي ان انه من المرجح ان يتم تهميش هذه القضايا او انهاؤها بطريقة ما لعل الامر الاكثر تعقيدا هو ان ترامب ملزم بدفع مئات الملايين من الدولارات كتعويضات نتيجة لقضايا مدنية منفصلة تتعلق بالاحتيال التجاري والتشهير ايضا لم يتضح بعد اي حزب سيحظى بالاغلبية في مجلس النواب لكن الجمهوريين سيحصلون على الاغلبية في مجلس الشيوخ سيؤدي جميع المشرعين الجدد اليمين الدستورية ويبدأون الكونجرس رقم 119 في 3 يناير المهم اما في 6 يناير 2025 سيجتمع مجلس النواب ومجلس الشيوخ الامريكي في قاعة مجلس النواب ستترقص نائبة الرئيس كامالة هارث فرز اصوات المجمع الانتخابي التي تجعل ترامب رئيس في ظهر يوم 20 يناير 2025 سيتم تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة بعد ادائه اليمين الدستورية في 20 يناير 2029 سيخلفه رئيس جديد يعني دي كانت ابرز التفاصيل الخاصة بموعد تنصيب الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ومستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرت